هذا وفي بيان له رفض تحالف دعم الشرعية مشروع الدستور ورأى أن الاستفتاء عليه سيتم تزويره وأباحة المسودة للرئيس الحق في إصدار قانون للانتخابات المقبلة والتقرير بشأن أي من انتخابات البرلمان والرئاسة تسبق الأخرى في خطوة أثارة قلق كثيرين حتى في صفوف مؤيد الانقلاب أصبح من حق الرئيس المصري المؤقت إصدار القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات البرلمانية المقبلة وأيضا تحديد أي من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا حل ارتأته لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعدما تعذر عليها إقرار المادتين مائتين وتسعة وعشرين ومائتين وثلاثين في صيغتهما الأولى إذن اضطرت اللجنة إلى إعادة صياغة المادتين لتصبحها كالتالي المادة مائتين وتسعة وعشرون تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة مائة واثنين منه والخاصة بتشكيل المجلس والدوائر ونظام الانتخابات المادة مائتين وثلاثون يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الدستور صياغتان جديدتان نقلتان نظام الانتخابات وموعدها إلى القانون وما يمكن أن يثيره من جدل وخلافات فمادة النظام الانتخابي بصيغتها الجديدة تتناقض مع الصيغة الأولى التي تحدثت بوضوح عن النظام المختلط بين القائمة والفردي فهل سيصدر الرئيس قانونا انتخابيا يعبر حقا عن جميع الفئات الاجتماعية ويتيح تنثيلها بصورة عادلة سبق لخريطة الطريق أن حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لكن أصواتا من داخل لجنة الخمسين ومن خارجها طالبت بإجراء الرئاسية أولا استنادا إلى ما اعتبرته ضعفا في تكوين الأحزاب وأدائها ولا ننسى أن المبرر ذاته استخدم لإقرار المواد الخاصة بالقوات المسلحة مفارقة ربما يصعب القفز فوقها وهي أن عددا لا يستهان به من أعضاء لجنة الخمسين ينتمي إلى أحزاب ألقت بثقلها وراء الانقلاب وها هي لا تحرك ساكنا عندما تتناوشها سهام النقد من المعسكر الذي أيدته مرحبا ترجمة نانسي قنقر